اهلا وسهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين وبرنامج اسرار وحكايات النهاردة حلقتنا هتكون من نوع خص هنتكلم عن القانون وروح القانون هيكون معنا النهاردة دي في الحلقة لأستاذ ايمن محفوظ اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك السلام عليكم أستاذ اتكلم معك النهاردة عن وقعة الكمساري اي واحنا فيهم احنا دلوقتي عندنا وقعتين وقعة سلبية ديت خاصة بالكمساري نفسه تمام اللي هو خلى الشخص دوت انه هو ينتحر ووقع تانية اللي هو الشخص نفسه هو اللي انتحر فممكن حضرتك توضح لنا وجه الفرق بين الوقعتين اولا بصبع عليكم وصبع عليكم كلكم وبصبع على المشاهدين وبقول لحضرتك هم وقعتين وقعت كمساري فتح الباب وامر الراكب ان هو يرمي نفسه لانه ما معهوش حق التذكرة والواقعة التانية تقريبا نفس الفكرة بس للأسف الراكب هو لتطوع ورمى نفسه من القطر عشان مش عايز يدفع تمن الغرامة او تمن التذكرة في الحالة الاولى الكمساري للأسف هيواجه عقوبة على قل السجن المؤبد لانه قاتل لانه قاتل مع سبق الاسرار بس هو هل يجوز بالشخص دلوقتي يقولني ارمي نفسك انا ارمي نفسي ازاي؟ انت حضرتك لو في الموقف دوت حيكون حضرتك في موقف ضعف الكمساري ورئيس القطر والشرطة يعني الحقيقة الراجل ما عندوش اختيار تاني واحد بيفتح له الباب وبيقول له نط ما عندوش اختيار كان في موقف ضعف وكانت برضه ارادته ما هيش يعني سليمة وكانت ارادة نقصة اما في الواقعة التانية هو الراكب تطوع والقب نفسه هربا من المسائلة القانونية احنا مش ضد تطبيق القانون احنا عادل القانون بتاعنا عادل طبعا لكن العيب في اللي بيطبق القانون الكمساري الاولاني ده قاتل وقاتل مع سبق الاصرار واقبته السجن المؤبت اما في الواقعة التانية للأسف الراكب هو اللي تطوع والأسف تحالات المباحث ادانة الراكب ولم تديني الكمساري لان ما فيش شبهة جنائية فالكمساري في الواقعة التانية للأسف مش مسؤول او غير مسؤول قانونة فيه قانون مصرح ان الباقع يدفع دسكرة هو يعني الباقع مجرد ما هو بيرقب القطر يعني بيرقب القطر كذا مرة في اليوم فهو يعني ليه الحق ان هو يدفع دسكرة او لا والله هو الخطأ اصبح خطأ شائع هو ده عرف ان الباقع الباقع لو ما دفعش الغرامة تمام لما حالة زي ما احنا قولنا زي ما قال الكمساري ان هو يرمي نفسه ولما يدفع الغرامة لما يدحبس لا هو ما مش نفسه لا هو في الحالتين احنا ضد فكرة ان حد يتجرب من الرحمة والانسانية هو ده انتحار هو يرمي نفسه ده انتحار هو بيكده بينتحر هو الموضوع كله مش ان هو يرمي نفسه هو دلوقتي الباقع نفسه اخطأ ان هو مش مع تسكرة تمام بس احنا دلوقتي بنتكلم ان الكمساري التعامل مع نفسه كان صعب مع المواطن او مع الباقع بس احنا مش بنتكلم ان القانون بتاعنا غير عادل لا القانون عادل ايوه طبعا تطبيق القانون نفسه هو اللي مش مش صحيح انا برضو من خلال برملكو انا بوجه رسالة لسادة الوزير كامل الوزير ان هو يعني يدي طورات تدريبية للكمسارية ورأساء القطار في فن معاملة الركاب وتطبيق القانون مش هيخسروا حاجة يعني حتى تأهلوا نفسيا للتعامل مع الافرود اكيد طبعا تطبيق القانون بسيط جدا انت بمعكش تسكرة بيسلموا الفرد الشرطة او يسلموا نظر المحطة وانت قسددوا الاجراءات هو يخرج بين هذا الموضوع سالم غانم دون اي مشاكل ودون ان يسبب ازهاق لروح انسان بريجي طبعا احنا عارفين فيه سلبيات في المجتمع كتير طبعا برضو فيه ايجابيات كتير كلمنا عن وقعة الزابط تعال بساكين ايوة طبعا احنا زي ما بنقول كده الدنيا زي ما فيها مشاكل وفيها سلبيات اكيد الدنيا برضو بتدينا ايجابيات وهو برضو زي ما الكمساري هو موظف في الحكومة المصرية وفي الدولة المصرية فيه برض ونموذج كانش يعني هياخد جزاء ان شاء الله لكن فيه نموذج وردي ونموذج انا بحيي وزارة الداخلية على وجود هذا الزابط العظيم تعايا الوزارة الداخلية الزابط ده راح يقبط على متهمة في ايصال امانة في ايصال امانة هي عندها تبديد مفروض يعني يقبط عليها وطبق القانون بحزفيره لكن الزابط تصرف تصرف انساني تصرف يعني انا شايفه ملائكي اخرج بنجيبه مديونية هذه السيدة وفك اسرها وخلص الموضوع ولقى ان هي مجرد سيدة محتاجة كانت جهز بنتها عشان كده يعني استدامت بهذه الدين فدفعوا منجيبه ظابط طبق القانون وطبق روح القانون وجوال رحمة يعني اهم حاجة من الرحمة يكونون في الزابط يعني حاجة انا 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 من خلال بردامكو انا بحيي كل زباط الداخلية عشان موجود فيها زابط زي ده وانا عايز كل زباط الداخلية يكونوا ياخدوا هذا الزابط مثال وقدوة ليهم انا مش بقول يعني يدفعوا فلوس للناس لا لكن لما يلاقوا في حالة انسانية يطبعوا القانون روح القانون او روح القانون وان حتى يعني كان تمند هذا الفعل النبيل انهم يدفعوا فلوس او مجنونية هذا الشخص فلو الكمسار كان عنده هذه الانسانية الكمسار القاتل الاولاني ما كناش هو تقريبا لو الكمسار عنده فن التعامل تقريبا ما كانش وزلة الجريمة او الطريقة البشعة اكيد 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 هو بيطبع القانون بحزن هو هو ما بغلطش يعني لما بيطلب التذكرة ده حق الوطن وحق البلد ده شغله وشغله احنا ما قلناش حاجة لكن ازاي تطلبي الحق احنا عندنا نظرية في القانون اسمها اساءة استخدام الحق يعني يكون ليه حق واستخدموا الطريقة غلط هو حقك اطلب منه التذكرة لكن مش من حقك ان انت تطلبوا الطريقة انه هي توصله انه هو ينتحر ويفقد حياته ده شيء طبعا يعني صعب جدا هو بعد الحوادث اللي بتاع صندوق الله من القمساري للباع الجائلين هو ممكن القانون يعني يطلع تصريح للباع الجائلين لا طبعا يعني اللي يبيع مثلا يكون معاه تصريح بدل الدذكرة والكلام ده انا رجل قانون اطبق القانون لكن انا مش من سلطتي ان انا اشرع قانون القانون قال ان اصلا وجود الباعي الجائل في القطار او في وسائل المصلات ممنوع وان هو يتغرب فانا مع صحة شيء يعني وضع خطأ واقول عليه انه هو صح لا هو وضع خطأ وجود الباعيين في وسائل النقل هو شيء خطأ وكمان ما تدفعش تذكرة لا ده شيء خطأ وتستهل عليه عقوبة الحبس اه ما احنا لو هفتحنا التصريح للباعي الجائلين في القطارات مش هدهرف بقى نركب بقى او صح ايه والله في بعض الباعي الجائلين بيستخدموا طريقة اسلوبهم في القطر مش غير لائق احنا مش بنعمل انا برضو بناشد وزارة الداخلية والمترو ان هم برضو يعني حربوا ظاهرة الباعي الجائلين لانها اصبحت ظاهرة صعبة وكمان ظاهرة التسول او ظاهرة التسول منتشرة جدا بتصنعوا التسول عشان يستدروا عطف الركاب ويصلوا منهم على اموال هي مش من حقهم وقد يكونوا هم مهيش في حاجة اليها ده دي صناع التسول والباع الجائلين في الوسائم الصورات ديته يعني يعني في اغلب الظن بتحركها عصابات وعصابات يعني منظمة وعصابات اجرامية فاحنا عايزين لحربة عزيزة يعني وضع التجارة لعضاء برضو وتلاقيه منتشف بين المتساولين يعني مثلا ممكن متساولة تيجي تقرب من الواحدة ان هي عايزة مساعدة والكلام ده تلاقيه فجأة خدرتها يعني الحاجة دي منتشرة فعلا جدا ايوا فهمي استاذ ايمان عايزين نتكلم معاك النهاردة في قضية انتحار شهد الزباب الالكتروني شهد اللي معرفش الكصة شهدت بساطة فتاة من العريش بتدرس في احد مدن القناة يعني يقال ان هي تعاني من بعض المرض النفسي او بعض الاكتئاب استقلت مركبة الى القاهرة ثم قلقت بنفسها في مياه النيل فانتحارت وماتت كل الشواهد وكل التحريات وكل التحقيقات تؤكد انتحار شهد ولكن فجأنا ان للأسف فيه زباب الالكتروني وميليشيات الاخوان بتقول عايزين حق شهد عايزين حق شهد في ايه عايزين حق شهد في ايه ايه شهد حصل فيها ايه دي يعني انسة منتحرة القت بنفسها القت بنفسها لقى مرض نفسي يعني ربنا يعونها وعون اهلها لكن كانوا بيقولوا ان الحكومة المصرية بتشرع في قتل ابناء سيناء شفتي ما ده خطورة الاشاعات ده اشاعات مرهبة الاشاعات المنتشرة بين الاخوان يعني الحكومة المصرية اختار البنت من ابناء سيناء وقابتها في المكان ده وقابتها القاهرة عشان تحديد عشان خطر تنتحر ازاي او تقتلع ازاي ومطلبات على الفيسبوك ومطلبات على وسائل والتواصل اجتماعي عايزين حق شهد عايزين حق شهد واننا عارفين ان احنا يعني على طول ردد الكلمات دون نعي هذا كلنا بنقول عايزين حق شهد وان الكلمة دي الوعي ما تشوعي طعن في الدولة المصرية وطعن في ابناء سيناء وان اهلها ربنا يصبرهم انكروا ذلك تماما وان الواقعة واضحة البنت واقفة على الكورنيش رايح حاجة بكامرات المرأبة وشنطتها سليمة وحاجاتها وطلفونها موجودين سلام ما فيش اي حاجة حتى بيش وقع سرقة ولا حتى شبها جنائية البنت عندها اكتئاب قلقت بنفسها ايه 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 احنا شوفوا بقى الاشاعات ممكن توصلنا لايه وشوفوا ممكن تخلي الناس توصل ايه ايه يعني ده ده حرب ده حرب حرب نفسية وحرب الالكترونية وحنا عايزين قبل ما نقول يعني نردد ايو اشياء مفروض ان احنا نتحقق منها ايه 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 كيف تحققه فيه ناس سانة انت لاذا ما بتصدق تمسك خبر وتنشر على طور ما تتأكد من صحة الخبر ايه ايه اتعطفوا معها يعني ديتوا بقى مشكلة كبيرة جدا يتعطفوا معها ويشياروا ومستاتوا ربنا يرحمها يا رب احنا دلوقتي عايزين نتكلم في قضية الاغتصاب وقضايا الزاوية الحامرة احنا عارفين ان الزاوية الحامرة فاها مشاكل كتير كده كيدا فاحنا عايزين لك الضوء عليها والله انا باعتباري راجل من سكان الزاوية الحامرة وان دي يعني منطقة جميلة وناسها جميلة لكن عندنا للأسف مشاكل رغم بعض الجهود الكبيرة اللي بتقدمها السلطات التنفيذية وسلطات الإدارية وسلطات المحلية في الزاوية لكن عندنا مشاكل كتيرة جدا اهمها الطرق الطرق يعني محتاجة شوية يعني تتبصلها بعين العطف من السيد الرئيس حي الزاوية انا بنجده من خلال برنامجه انه يهتم برصف الطرق احنا انا عارف ان فيه مجهودات ومجهودات كبيرة لكن احنا شايفين ان الطرق محتاجة برضو مزيد من الجهود زائد مشكلة القمامة القمامة اصبحت في الزاوية الحامرة كارثة زي ما اصبحت في اغلب مدن مصر ده بقى لتقاعص المحليات انا بناشد كل الاجهزة التنفيذية في الزاوية الحامرة انهم يهتموا بالطرق والقمامة زائد ان فيه عايز برضو اشكر شرطة الزاوية الحامرة تبزل مجهودات كبيرة جدا في مكافحة الجريمة عندنا رجل بمعنى الكلمة اسمه هاني ابو عالم رجل مشهور في الداخلية كلها رجل بيكافح الجريمة وبيكافح كل سبل انتشارها بكل حزب وفي نفس الوقت بيطبق روح القانون فانا شايف ان المحليات محتاجة شوية تعاون ان لازم نصلح من الطرق ونصلح من الموضوع القمامة لانه بازبح ازمة كبيرة او في الزاوية الحامرة ومحتاجين برضو مشكلة كبيرة عندنا في الزاوية الحامرة هي مشكلة مستشفى جهان المستشفى الوحيدة في الزاوية الحامرة بتخدم حوالي مليون نسمة من ابناء الزاوية الحامرة يعني احنا محتاجين ان المستشفى دي تتهد وترجع تاني تبني من جديد ورغم ان نصدر لها قرار يعني بهدمها واعادة بناءها لان الاسف القرار ده هو غير منفذ وعندنا مشكلة برضو البناء بدون ترخيص البناء بدون ترخيص يعني موجود اي نعم انا بتكلم على مشاكل عامة في كل محليات مصر لكن انا فيه صدر قانون تصالح دلوقت ايوة بس دوت من 8 أربعة 2019 قبل كده فيما بعد فيه غرامات ايوة ايوة قانون تصالح انا مش بتكلم عليه برضو ده خطوة ايجابية انا شايفة انها كويسة جدا في المدن لكن انا شايف اني اني البناء بدون ترخيص اصبح ظاهرة يعني ظاهرة سرطانية يعني يعني مش قادرين احنا نستحملها يعني بدرجة ان هما بيوصلوا ان هما ممكن يبنوا في عرض الطريق احنا عايزين يعني الحد من البناء بدون ترخيص ويعني حايزين بزيد من الخدمات لأهالي الزوية الحمرة وحايزين ياريت ان الاجهزة دي المحلية والاجهزة التنفيذية يتعاون اكتر مع المواطنين مواطنين الزوية الحمرة مستعدين يضحوا بفلوسهم وبوقتهم وبمالهم علشان خاطر يعني يوصلوا للزوية الحمرة مدينة عظيمة ومدينة جميلة ياريت انا بنشد ان هما يتعاونوا المسؤولين مع رجال الزوية الحمرة وقياداتها من اجل اصلاح بعض المشاكل في الزوية الحمرة الى قضية الاغتصاد القنبلة اللي احنا عايزين نفجرها مقتصبة متزوجة بكر ازاي ده بقى لازم نخصص له حلقة كاملة انا هشوق السادة المشاهدين واقول لهم عن الموضوع ببساطة ان فتاة متزوجة طلقت ثم تم استدرجها من احد الاشخاص وتم اقتصابها من هذا الشخص وبعد الجنال اخرين وتم حبس المتهم الرئيسي في القضية وجيه تقريب طب الشرعي انها المفاجأة والكمبلة دي حضرتك لازم نخصص لها حلقة كاملة لازم لها حلقة طبعا عشان نشرحها لاني مفاجأة يعني اصابتنا كلنا بالزهول ازاي وتزوجة لمدة سنة او اكتر ثم تلقت ثم اقتصبت من اكثر من رجل من الجناء ثم يأتي التقرير الطب الشرعي انها بكل طبعا مفاجأة خطيرة جدا انا بشوق المستادة مشاهدين ان احنا نشوف تفاصيل هذه البأساء او هذه القضية في الحلقة القادمة يعني نفرض لها وقت اوسع من كده يعني فاجأة من العيار التقيل الصراعي اكيد اه اعزائي المشاهدين انتظرونا في الحلقة القادمة وقضية الاغتصاب كان معكم اليوم الاستاذ ايمن محفوز انتظرونا في الحلقة القادمة